أضرب لكم مثالا الشيخ المجلسي حين ألف بحار الأنوار هذه الموسوعة الحديثية العظيمة في أول صفحة من كتاب بحار الأنوار أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من أجزاء البحار في المقدمة ماذا قال المجلسي بعد البسملة والتحميد أذهب إلى موطن الحاجة وهو يتحدث عن موسوعته هذه عن موسوعة بحار الأنوار وبنيرات البراهين أخرج ضحاها في البداية هكذا قال الحمد لله الذي سمك سماء العلم وزينها ببروجها للناظرين إلى أن يقول وبنيرات البراهين أخرج ضحاها ومهد أراضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانية فدحاها وهيئها لأزهار أسرار العلوم الربانية فأخرج منها ماءها ومرعاها ومهد أراضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانية فدحاها الحكمة اليمانية أحاديث أهل البيت هو هنا يستعمل هذا المصطلح الديني الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقائق الدين هذه هي الحكمة الحكمة اليمانية والمنهج اليماني والبرنامج اليماني هو الذي يجب علينا أن نبحث عنه أن نتعلمه في المنهج اليماني في الحكمة اليمانية يجب على الشعي أن يكون متعلما على سبيل النجاة التقليد يكون للهمج الرعاء من الشيعة فللعوام أن يقلدوه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا للهمج الرعاء من الشيعة الشيعة الذين هم على درجة من الوعي والذكاء والفهم والثقافة والعلم يجب عليهم أن يتعلموا دينهم أن يتفقهوا في دينهم بحسب وقتهم بحسب الإمكانات المتوفرة لديهم فأنا المتخصص متعلم على سبيل النجاة وأنت الذي تريد أن تتعلم مني متعلم على سبيل النجاة أيضا وأقول لكم العمل بالرسائل العملية للمراجع ما هو عمل بعلم إنكم لا تتعلمون من الرسائل العملية لماذا لأنهم هم لا يعتقدون بعلميتها حينما يقولون لكم في أول الرسالة العملية من أن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى هذا يعني أنه لا يعتقد بصحتها بشكل قاطع وواضح فهذا ما هو بعلم أما ما يفتي به المرجع من الفتاوى بمستوى بمستوى الاحتياط الوجوبي أو بمستوى الاحتياط الاستحبابي هذا جهل هذا جهل الفقيه لا تهجم عليه اللوابس الذين يصدرون الفتاوى بالاحتياط الوجوبي وبالاحتياط الاستحبابي هؤلاء قد هجمت عليهم اللوابس الصورة ليست واضحة عندهم هم لا يجوز لهم أن يعملوا بفتاواهم هذه عليهم أن يذهبوا إلى فقيه الصورة واضحة عنده من أفتى بغير علم وكذلك من عمل بغير علم لا من عمل بغير تقليد فعمله باطل من عمل بغير علم عمله باطل من عمل بغير تقليد لا يكون عمله باطلا وإنما ننظر إلى عمله كيف أنجز العمل هل أنجزه وفقا لعلم أو من دون علم أما هذا التقليد الكهنوتي الذي شرعه لنا الطوسي ومن جاء من بعد الطوسي هذا لا علاقة له بالمنهج اليماني وبالحكمة اليمانية على سبيل التطبيق اليماني الممدوح حينما يخرج يدعو الشيعة إلى إمامها لا يدعو الشيعة إلى نفسه فهذا يعني أن التقليد للإمام وليس له وهذا هو المنهج اليماني الأصيل لأن التقليد يعني التسليم والتسليم لا يكون إلا للإمام المعصور نعم هناك تقليد فرعي لعوام الشيعة للهمج الرعاع من الشيعة أمير المؤمنين هو الذي قسم الشيعة إلى عالم رباني وهو الإمام المعصوم والناس ثلاثة عالم رباني وهو الإمام المعصوم ومتعلم على سبيل النجاة المتخصص الفقيه من من فقهاء العترة الطاهرة والذين يتعلمون منه وهذا الفقيه لن يكون فقيها ما لم يفتي بعلم والإمام المعصومة اللوابس لابد أن تكون الصورة واضحة عنده القرآن يشهد بذلك في الآية الثانية والثمانين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة إنها أطول آية في الكتاب آية الدين التي أولها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر الآية الآية في بيان سلسلة من الأحكام الشرعية ماذا جاء في آخر الآية واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله الآية من أولها إلى آخرها لا تتحدث عن التوحيد الكلام هنا في الفتوى إنها المعاملات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أحكام شرعية في باب المعاملات ماذا تقول الآية واتقوا الله هذه التقوى مقدمة ويعلمكم ويعلمكم الله الذين يتقون سيصل إليهم العلم إما أن الإمام الحجة يفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنته أو أنه يسقيهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء كما يقول أمير المؤمنين أو أنه سيفهمهم فإن آل محمد لا يعدون الفقيها من رواة الحديث عند الشيعة فقيها حتى يكون محدثا فقيل للصادق صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث من الذي يفهم هذا الفقيه إمام زمانه عبر الألطاف الخفية مثلما يلقي حقائق التفسير في مسامع أوليائه وكل هذا مر علينا في كلماتهم وأحاديثهم لا أريد أن أعيد التفاصيل المتقدمة الآية تتحدث عن هذا المسار واتقوا الله ويعلمكم الله هذه التقوى هي التقوى التي تحدثت عنها الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران وهي آخر آية في السورة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى التي تأتي بعد الصبر والمصابرة والمرابطة بحسب تفسيرهم لقرآنهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا اصبروا على دينكم اصبروا على فرائض دينكم على أحكام دينكم على حقائق دينكم وصابروا صابروا أعداءكم والأشد عداءا هم الذين يكونون من أبناء جلدتكم وصابروا وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم ورابطوا القائمة من آل محمد هذه كلها تأتي بعدها التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى التي يتفرع عليها العلم مثل ما جاء في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله يأتي العلم وتأتي البصيرة بعد هذه التقوى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حينئذ سيأتيكم العلم ستعلمون من دون معلم هؤلاء هم الذين يكونون حجة من قبل صاحب الزمان للذين يؤلفون الرسائل العملية استنساخا على الرسائل العملية التي ألفت قبلهم ويغيرون فيها بعض الكلمات ثم بعد ذلك يقولون للناس من أن العمل بها مجزء ومبرئ للذن لأنهم لا يثقون بما جمعوه في هذه الرسالة العملية وهم يعملون بخلافها ويقولون من أننا نصدر الفتاوى ولا نريد أن نخالف مشهور الشيعة ويعملون بخلاف المشهور وهم ليسوا متأكدين أيضا من عملهم بخلاف المشهور هم ليسوا متأكدين لا من قول المشهور ولا من القول الذي يخالفون فيه المشهور هم في حيرة من أمرهم ويصدرون الفتاوى بعنوان الاحتياط الوجوب وبعنوان الاحتياط الاستحباب ويأذنون لمقلديهم أن يقلدوا غيرهم في هذه المسائل لماذا؟ لأن صورة ليست واضحة عندهم أي علم هذا؟ وأي فتاوى هذه؟ هذه مسخرة ومهزلة ماذا؟ نقرأ في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس ينقل رواية عن كتاب الرسائل للكلين كتاب معروف لكنه لم يصل إلينا لصاحب الكافي ينقل هذه الرواية عن كتاب الرسائل للكلين وكان الكتاب عنده في مكتبته في مكتبة ابن طاووس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة هذه الطبعة طبعة مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي الطبعة الثالثة ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري صفحة 211 ابن طاووس ينقل عن كتاب الرسائل للكلين صاحب الكافي ينقل الكلين عن من سماه عن من ذكر اسمه قال كتبت إلى أبي الحسني عليه السلام كتبت إلى أبي الحسني عليه السلام يعني إلى إمامنا الهادي بحسب القرائن الرواية عن إمامنا الهادي لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فأحد أصحاب إمامنا الهادي كتب إليه إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه هناك أمور فيما بين الشيعي وإمامه ويريد أن يحدث إمامه بها لكنه ليس قريبا من إمامه فماذا يصنع عنده حاجة إلى إمامه هذا السائل كتب رسالة إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه كتبت إلى أب الحسني عليه السلام أن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه وفي بعض النسخ يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه فكتب إليه الإمام الهادي إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك ناجي إمامك خاطبه فإن الجواب يأتيك هذا منهج الحكمة اليمانية هذا منهج العترة الطاهرة بعيدا عن منهج الحوزة الطوسية البترية المرجئية لاحظوا أن الأئمة ماذا هيئوا لنا وماذا صنعوا لنا وماذا أسسوا لنا والهاحظ أن غبران النجف وكربلاء ذهبوا في أي اتجاه هذا هو منطق القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله منطق القرآن هذا ماذا نقرأ في تفسير القم هذه الرواية رواية عجيبة ومهمة جدا مهمة جدا إنها تشرح الكثير والكثير من الحقائق إنها تشرح الدين كله من أوله إلى آخره رواية موجزة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والأربعين من تفسير القمي علي ابن ابراهيم يقول حدثني أبي أبوه ابراهيم ابن هاشم القمي رضوان الله تعالى عليه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير إنهم خيرة رجال الشيعة عن جميل إنه جميل ابن دراج من خواص الصادق صلوات الله عليه فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال له رجل من أصحابه قطعا جعلت في ذاك إن الله يقول أدعوني أستجب لكم وإن ندعو فلا يستجاب لنا هذا وعد وعهد من الله أن نتوجه إليه بالدعاء وهو سيستجيب لنا قطعا هو هو يقول هو يقول هو يأمرنا ادعوني أستجب لكم إن الله يقول ادعوني أستجب لكم وإن ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده لا تفون لله بعهده وإن الله يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم كونوا أوفياء مع الله سيكون الله وفيا معكم هذه الرواية تشرح الدين كله عجيب كلامه عجيب كلامه غريب أمره محمد وآل محمد غريب أمره غريب 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 أمره عجيب عجيب كلامه جعلت في ذاك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم وإنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ثم ماذا يقول إمامنا الصادق أيه تكلم والله الإمام يقول والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم واتقوا الله ويعلمكم الله الذين يتقون حقيقة بحسب ما ما جاء ما جاء في الآية المئتين بعد البسملة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله إذا كانت التقوى بهذا المستوى فإن الله سيعلمنا سيعلم ذلك الفقه واتقوا الله ويعلمكم الله طبقوا هذه القوانين هذه قوانين الله والله لو وفيتم لله لو وفى الله لكم ماذا جاء في الرسالة الثانية من رسائل إمام زماننا للشيخ المفيد لا لعنة على منهج حوزة النجأ هذه الأحاديث والرسائل ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم القنادر علم الرجال بحسب قذارات حوزة الطوسي هذه الأحاديث ضعيفة وهذه الروايات التي أذكرها لكم ما هي بمقبولة عند القوم لخبائهم لخبائهم لسوء توفيقهم طحين حاض طحين حاض طحين صبخ هذا هو واقع مراجع النجف وكربلا صاحب الأمر ماذا يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته أنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان من الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة من الرسالة الثانية من إمام زماننا التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة في آخر الرسالة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم مثل ما جاء في الآية وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم والإمام الصادق يقول والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا وليس بالألطاف الخفية بالألطاف الجلية بشكل مباشر لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إن كان من الألطاف الجلية أو من الألطاف الخفية فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ما هو هذا الشيء بينه الإمام في الرسالة الأولى أنا أقرأ عليكم من الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة ماذا قال الإمام فيها ومعرفتنا يخاطب مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم أكثر المراجع آنذاك أما في زماننا كل المراجع من أولهم إلى آخرهم من نسبة لي لا أستثني أحدا بحسب معرفتي بأحوالهم والطلاء على كتبهم وآرائهم سخافة في سخافة وتفاهة في تفاهة يخالفون محمدا وآل محمد في كل شيء ومن هنا قلت لكم في الحلقات الماضية من أنني أعمل بهذه القاعدة معهم الصواب في خلافهم والرشاد في خلافهم مع مراجع النجف وكربلاء لا مع نواصب سقيفة بني ساعدة لا شأن لي بأولئك قضيتهم واضحة معروفة مشكلة مع هؤلاء مشكلة الشيعة مع هؤلاء قاعدة الصواب في خلافهم تنطبق على هؤلاء على الطوسيين المرجعيين البتريين الإمام هكذا يقول ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم خانوا خانوا العهد ما هم بأوفياء ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الألطاف الجلية والخفية انقطعت عنهم لماذا لأنهم خانوا العهود والمواثيق ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الإمام الصادق يقول والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم وهذا هو مضمون كلام إمامنا الهادي إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك إذا كنت وفيا فإن الجواب يأتيك فإن الجواب يأتيك في روايات أخرى فإن الجواب يلقى يلقى في قلبك وصدرك من أخلص لله أربعين صباحا أخلص يعني كان وفيا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من هو الذي يفجر ينابيع الحكمة في قلوب المخلصين إنه صاحب الأمر إنه إمام الزمان بالضبط مثل ما يقول إمامنا الهادي هنا إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك إذا لم يأتي الجواب لأنك لست وفيا كن وفيا سيأتيك الجواب الإمام هكذا أعطانا هذا العهد والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم هذا هو المنهج اليماني الذي أحدثكم عنه عليكم أن تفرقوا بين الشخص اليماني وبين الحكمة اليمانية هذه هي الحكمة اليمانية التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة عند المخلصين عند الأوفياء وليس عند الغبران من آيات الله العظمى من لصوصي وسراقي صاحب الأمر نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان 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 تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يبنى رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكن لهم آيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام من هنا فإن المنهج اليماني يتبنى التعليم للتقليد لأن التعليم يكون مستندا إلى العلم أما التقليد لغير المعصوم فهو لا يستند إلى العلم لأن المقلد لأن المقلد لن يحصل على علمه لأن المقلد سيكون من الهمج الرعاعي من الشيعة من المقلد التعليم ينقل العلم إلى الذين يتعلمون والفقيه المعلم إذا لم يكن وفيا ولم يكن مخلصا فما هو من أصحاب المنهج اليماني إذا كان وفيا ومخلصا فإن إمام زمانه سيمده بألطافه الخفية هذه المنظومة العقائدية الحقيقية التي تلوت عليكم ما تلوت من نصوصها من الكتاب الكريم إلى بقية الأحاديث المعصومية هذه لا تتحدث عن خيال أو عن خرافة هذه تتحدث عن حقيقة على أرض الواقع لا أريد أن أسهب كثيرا لكنني أقول لكم لو أن البداء حدث في علامة السفياني وروايات ذكر ذلك هذا الاحتمال قائم أبو هاشم الجعفري من خواص أصحاب الأئمة سأل الإمام الجوادة صلوات الله عليه الرواية في غيبة النعماني أبو هاشم الجعفري سأل الإمام الجوادة هل يحدث البداء هل يقع البداء في السفياني قال نعم يمكن أن يقع البداء في السفياني وليس هناك من سفياني قد يقع البداء في زمان ظهوره وقد يقع البداء في شخصه فليس هناك من سفياني إذا وقع البداء في السفياني حينئذ لا نستطيع أن نشخص الخراسانية ولا نستطيع أن نشخص اليمانية بحسب منظومة العلامات لكننا نستطيع أن نشخص اليمانية من خلال المنهج اليماني الذي هو عليه إذا كنا عارفين بالمنهج اليماني أما الخراساني لا نستطيع تشخيصه إلا بصعوبة لأنه ليس على المنهج اليماني راية الخراساني راية هدى لكنها ليست على المنهج اليماني راية هدى بالجملة لأنها لا تعادي صاحب الأمر ولأنها تناصر صاحب الأمر ولأنها تمهد لصاحب الأمر بالجملة فالراية الخراسانية ليست على المنهج اليماني الراية اليمانية هي هي فقط على المنهج اليماني ومن هنا قيل لها يمانية ومن هنا قيل له يماني لالتزامه بالمنهج اليماني فعلينا أن نعرف المنهج اليماني لا علينا أن نبحث عن الشخص اليماني هذا أمر لا قيمة له علينا أن نعرف المنهج اليماني وأن نبحث عن هذا المنهج وهل هناك من جهة تتبنى هذا المنهج هل هناك من تطبيق واقعي علمي وعملي على الأرض لهذا المنهج ابحثوا عن المنهج اليماني ولا تبحثوا عن الشخص اليماني الشخص اليماني يأتي في سياق العلامات وقد يقع البداء في العلامات نحن مطلوبون منه أن نبحث عن المنهج اليماني بعيدا عن الشخص اليماني لأن المنهج اليماني هو دين القائم وذلك دين القيمة هو الدين الزهرائي القائمي هذا هو المنهج اليماني الوقت يجري سريعا وأكتفي بما ذكرته لكم في الوقفة الثانية في بيان معنى المنهج اليماني نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ وَنَجَى الْمُسَلِّمُونَ وَإِلَيْنَا يَصِيرُونَ عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد وقته الوقفة الثالثة أقفها عند مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ميثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عرضته عليكم في الحلقات المتقدمة وسأعيد عرضه مرة أخرى هذا الميثاق محاولة منا أن نكون في موقف هو أقرب ما يكون إلى المنهج اليماني رجاء أن أعرضوا لنا ميثاق عمل مؤسسة القمر لثقافة والإعلام لثقافة والإعلام يا زهراء إلى الزهرائيين المهدويين المنتظرين بصدق فقط سلام عليكم تحت هذا العنوان غدير الحقائق وحقائق الغدير تعلن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ميثاق عملها وفقا للحكمة اليمانية وبصراحة واضحة من أننا أولا نبايع البيعتين ثانيا نتبرأ البراءتين ثالثا ننتصر للظلامتين رابعا نتمسك بالمصدرين خامسا نعمل بالجناحين سادسا نخدم الخدمتين سابعا نرفض الجهتين توضيحات البيعتان الأولى بيعة الغدير الأول بيعة أمير المؤمنين وثانية بيعة الغدير الثاني بيعة قائم آل محمد البراءتان الأولى براءة من سقيفة بني ساعدة التي عقدوها سنة إحدى عشرة للهجرة بعد قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تسميما وإنكارهم لبيعة الغدير الأولي نظريا وعمليا بالكامل وثانية براءة من سقيفة بني طوسي والتي عقدت حين أسس محمد بن الحسن الطوسي حوزة النجف سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا حيث أظهر الإيمان ببيعة الغدير الأولي نظريا بنحو ناقص مع تدليس وتضليل ونقضوها عمليا بالكامل واستبدلوها بمنهج سقيفة بني ساعدة مع تحريف وتجهيل وتثويل لإخفاء ما قاموا به وبهذا انتفت بيعة الغدير الثاني أساسا ليتحول التشيع من تشيع لقائم آل محمد إلى تشيع للمراجع الطوسيين البتريين والواقع الشيعي شاهد بكله على ذلك ماضيا وحاضرا منذ أول لحظة لتأسيس حوزة النجف الظلامتان الأولى ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني ساعدة حيث أحرقوا منزلها وقتلوها تعذيبا قتلوا شخصها وجنينها وثانية ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني طوسي حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها حين أنكروا إمامتها وقيمومتها على الدين وأهل الدين وأنكروا جريمة قتلها وقللوا من ظلامتها إلى أقصى ما يستطيعون وبرأوا قتلتها بنحو مباشر وغير مباشر المصدران الأول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المفسر وفقا للمنهج العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين وثاني حديثهم المفهم وفقا لقواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين أيضا الجنحان الأول العمل بالتعليم والتثقيف في الوسط الشيعي الزهرائي المهدوي بكل ما نتمكن وثاني الإعلام والتبليغ والبيان بقدر ما نستطيع ومن هنا كان عنوان مؤسستنا مؤسسة القمر لثقافة والإعلام الخدمتان الأولى الخدمة المادية ماليا جسديا إلى كل ما يصدق عليه عنوان الخدمة المادية والثانية الخدمة المعنوية ابتداء من الدعاء وانتهاء بكل ما يمكن أن يصدق عليه هذا العنوان الجهتان الأولى المرجعية الشيعية الطوسية الأصولية المرجعية البترية وثانية الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية المرجعية البترية هاتان الجهتان هما أفسد الجهات في الواقع الشيعي دينيا ودنيويا ومن هنا وجب علينا أن نرفضهما وأن نقاطعهما بالكامل هذا هو ملخص ميثاق عملنا نشهد عليه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وجه الله الذي إليه نتوجه ولا نشهد أحدا غيره إذ لا نبالي بأي أحد إلا هو صلوات وسلام على فنائه الأقدس وعلى هذا عقدنا عزمنا ونياتنا ورفعنا رايتنا الرمزية الزهرائية البيضاء التي يزينها اسم أمير المؤمنين صلوات الله وتحياته وبركاته وسلامه عليه الذي هو زينة ديننا وعقيدتنا وزينة صلاتنا وصيامنا وكل عباداتنا وزينة قلوبنا وحياتنا الذي حبه عنوان صحائف أعمالنا في الدنيا والآخرة وختاما لا نبالي أرضي الآخرون عن ميثاق عملنا هذا أم لم يرضوا تلك مشكلتهم ما هي مشكلتنا فليذهبوا إلى الجحيم مؤسسة القمر لثقافة والإعلام الثامن عشر منذ الحجة سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين للهجرة زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي ميثاق العمل هذا يلخص المطالب المتقدمة لا أضيف شيئا وإنما لازلت في الوقفة الثالثة عند مؤسسة القمر للثقافة والإعلام سأطرح سؤالا وأجيب عليه السؤال ماذا قدمت مؤسسة القمر ماذا قدمت في عملها ونشاطها سأجيب على هذا السؤال ماذا قدمت مؤسسة القمر قدمت ما يلي أولا كشفت الخديعة التي تمتد إلى ألف عام وبنحو علمي مفصل وموثق الخديعة الطوسية كشفت الخديعة التي تمتد إلى ألف عام وبنحو علمي مفصل وموثق الخديعة الطوسية على مستوى المرجعية والمؤسسة المؤسسة الدينية عموما بكل تفاريعها على مستوى المرجعية والمؤسسة والحوزة 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 ومنهجها وبرامج التبليغ والأحزاب والاتجاهات الشيعية المختلفة مدارسا منهجية وأحزابا سياسية وتجمعات وتجمعات طقوسية وغيرها تفاصيل كل ذلك كشفت ما يجري في كواليسه مؤسسة القمر ثانيا تشخيص الطريق الشيعي وفقا لمنظومة بيعة الغدير الأول والثاني بالتوجه فقط في كل شيء إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ثالثا نشر ثقافة الغديرين القرآن المفسر بتفسيرهم فقط والحديث المفهم بتفهيمهم فقط رابعا السعي في إيجاد نواة مكتبة شيعية نظيفة من قذارات من قذارات السقيفتين بني ساعدة وبني طوسي بحدود الممكن رابعا السعي في إيجاد نواة مكتبة شيعية نظيفة من قذارات السقيفتين بني ساعدة وبني طوسي بحدود الممكن عبر سلسلة واسعة من الكتب والموسوعات المتلفزة والعمل على تحويلها إلى كتب ورقية وألكترونية والعمل جار بحسب الإمكانات المتوفرة إنه المشروع الذي نتحدث عنه دائما مشروع كلامكم نور خامسا تشخيص وتوضيح عقيدة البراءة والولاية بمراتبها الأربع الفكرية القلبية العاطفية العملية القولية تشخيص وتوضيح عقيدة البراءة والولاية بمراتبها الأربع بنحو لم يسبق أن طرح عبر تأريخ الغيبة الكبرى المكتبة الشيعية موجودة ونتاج مؤسسة القمر في الكتب والموسوعات المتلفزة موجود أيضا وعلى الإنترنت بإمكان الجميع أن يصلوا إلي سادسا نشر الثقافة الزهرائية الأصيلة فيما يرتبط بمقامات الصديقة الكبرى الإلهية الغيبية وما يرتبط بإمامتها وأنها ثالث أئمة الأئمة صلوات الله عليهم جميعا وشؤون قيمومتها على الدين وأهل الدين وسائر تفاصيل مقام أمومتها الكلية وحجيتها الربانية المطلقة وما يرتبط بشأن ظلامتها وجريمة قتلها شخصا من قبل سقيفة بني ساعدة وقتلها شخصية من قبل سقيفة بني طوسي لعن الله السقيفتين معا سابعة تغيير المذاق العقائدي الثقافي الشيعي عبر نشر ثقافة التواصل مع حديث محمد وآل محمد وأدعيتهم وزياراتهم وقد صار هذا الأمر ملموسا يتحسسه المتابعون لمثل هذا الشأن ثامنا إيجاد منظومة عقائدية متكاملة عبر كتب متلفزة من أهمها مجموعة حلقات أعرف إمامك مجموعة حلقات هذا هو الحسين وغير ذلك كثير وفير تاسعا تأسيس أنموذج للإعلام الشيعي الزهرائي الأصيل عبر قناة القمر الفضائية وعبر النشاط الألكتروني المتنوع على الإنترنت عاشرا نشر ثقافة الحكمة اليمانية عقائديا وفقا لمضمون بيعة الغدير الأول والثاني ضمن مفاهيم الزيارة الجامعة الكبيرة وفتوائيا وفقا لمنهج لحن القول ومعاريضهم الخاصة بفهم رواياتهم صلوات الله عليهم على سبيل المثال ما يتعلق بموضوع التعليم والتقليد فالحكمة اليمانية الغديرية الزهرائية القائمية تتبنى التعليم للتقليد مع جواز التقليد للهمج الرعا كما يسميهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه حادي عشر تصحيح العبادات التي أبطلها وأفسدها المنهج الطوسي الأصولي البتري وعلى رأسها الصلاة التي هي عمود الدين بوجوب ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير وإلا فالصلاة باطلة فاسدة قذرة كحال فتاوى الطوسيين البتريين وكذاك تصحيح الموقف اللصوصي الغادر من قبل مراجع النجف وكربلاء بخصوص فريضة الخمس إذ استمر قطاع الطريق هؤلاء ولصوص المرجعية الشيعية بسرقة الخمس إلى يومنا هذا رغم أن الإمام الحجة صلوات الله عليه قد أباحه لشيعته وجعلهم منه في حل إلى وقت ظهوره الشريف والحكاية طويلة في مقام العبادات والأحكام الشرعية الأخرى ثاني عشر العمل على إيجاد رسالة عملية زهرائية موجزة متلفزة وفقا لمنهج الغديرين منهج العترة الطاهرة صلوات الله عليها ثالث عشر مواجهة التيارات المنحرفة عن منهج علي وآل علي صلوات الله عليهم كالخطابية والنصيرية والقطبية والمرجئية البترية عبر التلفزيون والإنترنت والندوات المفتوحة والتبليغ المباشر في العديد من البلدان المختلفة رابع عشر رابع عشر جمع حصادي كل الجهود والنشاطات المتقدمة الذكر رابع عشر جمع حصادي كل الجهود والنشاطات المتقدمة الذكر في وعاء عملي وفكري واحد وصب ذلك في مجرى التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم خامس عشر نحن مستمرون ولن نتوقف إن شاء الله تعالى بتوفيق صاحب الأمر صلوات الله عليه زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي مثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام تطبيقه العملي بحدود ما نتمكن في هذا العرض الواقعي والدقيق جدا فيما قدمته مؤسسة القمر للثقافة للثقافة والإعلام هي لا تتفضل على أحد بشيء هذا فضل صاحب الأمر عليها إنها تؤدي واجبها في الوقفة الرابعة أسألكم أنتم ماذا قدمتم لا أقول ماذا قدمتم لمؤسسة القمر ماذا قدمتم لأنفسكم نحن حينما نقدم شيئا في خدمة إمام زماننا إمام زماننا ليس بحاجة لهذا إنها خدمة لأنفسنا هذه رحمة إمام زماننا خدمته خدمة لأنفسنا وعن هذا سألتكم سأكمل حديثي معكم بعد هذا الفاصل في الوقفة الرابعة مثل ما قلت لكم وسألتكم قبل قليل ماذا قدمتم أنتم هذا لا يعني أننا معجبون بما قدمنا أبدا نحن قاصرون ومقصرون وهذا الكلام لا أقوله للإعلام مشكلتنا نحن الشيعة عموما وشيعة العراق خصوصا مشكلتنا كبيرة كبيرة أتعلمون من أن أكثر البلدان في العالم ستغدر بإمام زماننا بلدان السعودية والعراق والعراق أكثر غدرا بصاحب الزمان من السعودية أنا لا أتحدث من فراخ حديثي يستند إلى رواياتهم وأحاديثهم أكثر البلدان غدرا بصاحب الزمان السعودية والعراق والسعودية أقل غدرا أقل غدرا بكثير من الغدر العراقي وغدر العراقي لن يكون من الأكراد أو من السنة إنه الغدر الشعي أتعلمون أن آخر مجموعة غادرة في العالم بعد استقرار دولة الإمام هذه المجموعة عراقية وفي المناطق الشيعية أيضا في المناطق التي يقتنها الشيعة الآن أتعلمون أن في بعض الروايات من أن العراقيين سيقتنون صاحب الأمر في آخر المطاف هناك من الروايات ما فيها من أن الإمام سيقتل في العراق العراقيون سيقتلونه لا أريد أن أناقش هذا الموضوع لكن هذا هو الذي دعاني إلى أن أقول من أن مشكلتنا نحن في العراق أكبر إنها مشكلة التعريخ الشيعي لا بد أن تعرف من أن الكوفة قد استبدلت بقم لا بد أن تعرف من أن مسجد السهلة برغم عظمته وهو أعظم من مسجد جمكران ليس قادرا أن ينتج ما ينتجه مسجد جمكران لماذا لأن الكوفة قد استبدلت بقم ولأن شيعة العراقي قد استبدل بشيعة خراسان هذا منطق الأحاديث والروايات إذا لم يتحرك العراقيون الشيعة لتأسيس قاعدة شيعية جديدة فأمرهم إلى وبال لن يوفق لنصرة إمام زمانهم في أحسن أحوالهم وإلا فعاقبة أمرهم أنهم سيحاربون إمام زمانهم الروايات هي التي أخبرتنا بذلك أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الموضوع فقد تحدثت عنه مرارا ومرارا ومرارا في برامج المختلفة الكثيرة وقت الحلقة قارب على الانتهاء إنها ملاحظات سريعة مرارا وكرارا كنت أقول لكم إذا أردنا أن نغير الواقع الشيعية العقائدية في العراق وحينما يتغير سيؤثر كثيرا على الواقع الشيعي في كل العالم إذا أردنا أن نغير الواقع الشيعية العقائدي لا أتحدث عن السياسة والأحزاب ولا أتحدث عن المرجعيات وقذاراتها ونصيحة لكم ابتعدوا عن هاتين المجموعتين وإذا مختلفوا وتصارعوا تفرجوا على فتنتهم وابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا لا شأن لكم بهؤلاء هؤلاء هم أبعد الناس عن إمام زمانكم أبعد الناس عن إمام زمانكم مراجع النجف وكربلاء إمامنا الصادق يصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه الرواية تنطبق على مراجع النجف وكربلاء انطباقا كاملا حقيقيا لا تعتمد على كلام خذ الرواية من تفسير إمامنا الحسن العسكري وطبقوها على حوزة النجف وكربلاء منذ زمان تأسيسها منذ الطوسي وإلى يومنا هذا على الأقل طبقوها على الواقع الذي تعيشونه إذا أردنا أن نغير الواقع العقائدية لشيعة العراق عليكم أن تصنعوا تيارا عقائديا مجتمعيا بعيدا عن السياسة وعن الزعماء السياسيين وعن الزعماء الدينيين وبعيدا عن المرجعيات والمراجع البتريين في النجف وكربلاء بعيدا عن أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة اصنعوا تياركم العقائدية الجماهيرية المجتمعي بهذا تستطيعون أن تؤسسوا لبداية تغيير للواقع الشيعي العراقي وإلا فإن الكوفة قد استبدلت بقم حتى ظهور إمام زماننا وكذلك شيعة العراق استبدلوا بشيعة خراسان حتى ظهور إمام زماننا وحينئذ لن يكون لشيعة العراق من توفيق في نصرة صاحب الأمر في أحسن أحوالهم سيخذلونه سيبقون متفرجين حقائق الأرض هي التي تقول ذلك هذه أيام محرم وصفر من أفضل الأيام للخدمة المهدوية وصيتي لكم إن كان لي من وصية أبذلوا قصارى جهدكم في دراسة برامج قناة القمر إذا استطعتم أن تعقدوا الدروس أن تعقدوا المجالس في الحسينيات المتوفرة عندكم في الديوانيات في الصلاة في أي مكان أبذلوا قصارى جهدكم أخاطب الرجال والنساء على حد سوا أخاطب أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي أبذلوا أبذلوا قصارى جهدكم في دراسة برامج قناة القمر بقدر ما تستطيعون وحاولوا أن تتواصلوا فيما بينكم أتحدث عن تواصل للتعارف الاجتماعي عبر الإنترنت أو عبر اللقاء المباشر تواصلوا بقدر ما تستطيعون الفرصة مناسبة الآن محرم وصفر والقوم منشغلون عنكم بفتنه تذكروا كلمة الشلمغاني وهو يتحدث عن صراع المراجع والزعامات الشيعية زمان الغيبة الصغرى الكلمة نقلها الطوسي في كتاب الغيبة من أنهم كانوا يتهارشون عليها يتهارشون على المرجعية وعلى الزعامة تهارش الكلاب على الجيف هالقوم من السياسيين ومن المرجعيين يتهارشون فيما بينهم استغلوا الفرصة وحاولوا أن تبذلوا قصارى جهدكم في دراسة برامج قناة القمر إنها محاولة مؤسسة القمر أن تكون قريبة من المنهج اليماني بقدر ما تستطيع وتواصلوا تواصلا اجتماعيا فيما بينكم تعارفوا فما أنتم بقليلين وابتعدوا عن فتنة شيعة المراجع وشيعة الأحزاب لا تورطوا أنفسكم فيها أخاطب الجميع الذين في العراق والذين هم في سائر البلدان إذا كانوا يرغبون أن يورطوا أنفسهم في هذه الفتنة القذرة عليكم بخدمة إمام زمانكم لن تجدوا شيئا مفيدا ونافعا إلا أن تتقربوا إلى إمام زمانكم بخدمته وتذكروا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركته القائمة لخدمته أيام حياتي وحذاري حذاري للجميع حذاري للجميع لنفسي وللجميع حذاري لنفسي لعائلتي لعشيرتي لأقربائي وللجميع حذاري حذاري من الدم الحرام والمال الحرام حذاري من هذين الشيئين حذاري من الدم الحرام ومن المال الحرام وقت الحلقة انتهى كان بيود أن أسهب في الكلام لكنني ماذا أصنع لسيف الوقت فسيف الوقت قطاع إلى لقاء قريب أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء